إذا كنت من محبي شركة شاومي وتبحث على هاتف مميز من شاومي وبوكو والريدمي ففي هذا الفيديو سأساعدك في اختيار هاتف جيد وسأسهل عليك البحث عن هاتف مميز من هذه الشركة وقبل أن نبدأ الدعم الدعم خوتي ما خسر ولو دير لايك ودعم هذا المحتوى التقني المفيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقاء التقنية أولا هذه الهواتف ستكون بسعر ما بين 4 ملايين وتصل حتى للهواتف الرائدة الغالية في السعر أيضا سنقدم لك أفضل هاتف من ناحية الكاميرا وأفضل هاتف صغير الحجم بمصطفات عالية أيضا سنقدم لك أفضل هاتف يقدم قيمة مقابل السعر أيضا أفضل هاتف فئة متوسطة عليا وأصبح أقدم لكم أيضا أفضل هاتف متوسط مع أفضل هاتف للألعاب على بركة الله نبدأ الهاتف الأول وهو الشاومي 14 صراحة هاتف متميز جدا يأتي بحجم صغير بتصميم جميل لذلك سيكون من السهل التعامل معه بيد واحدة أيضا يأتي بأحدث معالج وهو سنف دراجون 8 الجيل الثالث ولديه الشاشة بحجم 6.36 إنش بحواف قليلة جدا على الجانبين نعم الشاشة صغيرة ولكن رح تقدم لك تجربة ممتعة في مشاهدة المحتوى ويأتي بـ 12 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 250 أو 500 و 12 جيجا بايت وبفضل شراكة شاومي مع الشركة اللايك الألمانية يحتوي هاتف شاومي 14 على ثلاث عدسات في الخلف كلها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل تحصل الهاتف على منصة DX Mark على المرتبة الثالثة من ناحية الكاميرا أيضا يدعم الهاتف معيير الابي 68 لديه بطارية بحجم 4.610 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 وات موجود في العلبة أيضا تم تحسين واجهة الهايبر او اس وتحديثات البرامج لتشمل أربعة تحديثات رئيسية لنظام الأوندريد وخمسة سنوات من التحديثات الأمنية مما يجعل هاتف شاومي 14 هاتف متميز رائد وقوي سعر الهاتف حوالي 900 دولار صراحة كل شخص يتمنى هاتف رائد يقدم وصفات عالية خاصة من ناحية الكاميرا لذلك هاتف شاومي 14 إلترا الجديد سيكون ملك التصوير في عام 2024 ومزود بذاكرة وصول عشوائي الرام سعة 16 جيجا بايت وسعة تخزين 512 جيجا بايت اعداد الكاميرا الرباعية في الخلف مشابه جدا لهاتفها السابق شاومي 13 إلترا ولكن سنجد بعض الترقيات حيث سنجد في الخلف أربعة كاميرات كلها تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل الجديد في الكاميرا هي الفتحة المتغيرة في الكاميرا الرئيسية سنجد حساس جديد وبحجم كبير قادر على التقاط صور ممتازة جدا وكما هو الحال مع هاتف شاومي 14 العادي فهو يأتي أيضا مزود بنظام الهايبر أو اس وسياسة تحديث مماثلة ويأتي بمعالج سنب دراجون 8 الجي الثالث وشاشة أملت بحجم كبير 6.73 إنش والبطارية بحجم 5000 ميلي أمبر مع قوة 90 وات مع سرعة شحل لاسلكية 80 وات سعر الهاتف يتراوح ما بين 1200 دولار إلى 1400 دولار وفي أسواق أخرى سعره تقريبا 1000 دولار ومن الهواتف المتوسطة العليا من شاومي التي تقدم مواصفات عالية هاتف شاومي 13 تي برو يأتي بشاشة أملت مقاس 6.67 إنش تدعم معدل تحديث عالي 144 هرتز أيضا تعتمد شركة شاومي على هذا الهاتف بمعالج ميديا تيك دامين سيتي 9200 بلاس ويأتي مع 12 أو 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين المعالج صراحة رهيب ويقدم لك تجربة ألعاب مميزة جدا أيضا سنجد علامة لايكا للكاميرات صراحة منظومة الكاميرات في هذا الهاتف مميزة أيضا ورح تقدم لك صور ممتازة وبالنسبة للبطارية فاتت بحجم 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات واجهة الهاتف المي يو آي 14 المستندة إلى نظام أوندريد 13 والشيء المميز أن الهاتف يدعم 4 سنوات لتحديثات النظام مع 5 سنوات من التحديثات الأمنية سعر الهاتف حوالي 500 دولار ومن الهاتف المميزة في فئة المتوسطة هاتف الريدمي نوت 13 برو بلاس هاتف يأتي بتصميم جميل مع دعمه لمقاومة الماء والغبار بمعينة اي بيت 68 أيضا يأتي بمعالج دامن سيتي سبعة له مائتين إلترا مع خيار ثمانية واثنى عشر جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين مائتين فتا خمسون أو خمسمائة واثنى عشر جيجا بايت يتميز الهاتف بشاشة أمولد مقاس 6.67 إنش بمعدل تحديث مائة وعشرين هرتز ويأتي بواجهة الـ MIUI 14 المبنية على النظام الاندريد 13 أيضا قامت شركة شاومي بتزويد الهاتف بسياسة أفضل لتحديث البرامج والتي تبلغ الآن ثلاثة ترقيات رئيسية للنظام الاندريد وأربعة سنوات من التحديثات الأمنية أيضا منظومة الكاميرات الجيدة فالكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابيكسل وبالنسبة للبطارية فتاتي بحجم 5000 ميلا أمبر وتدعم الشحن السريع بقوة 120 وات سعر الهاتف حوالي 300 إلى 350 دولار وأفضل هاتف يقدم أداء عالي في الفئة المتوسطة هو هاتف البوكو X6 برو يأتي بشاشة أمولد مقاس 6.67 إنش بدقة 1220 بيكسل مع معدل تحديث 120 هرتز من مميزاته أنه يأتي بمعالج قوي وهو دامي سيتي 2300 ألترا مع 8 أو 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أيضا يأتي بذاكرة UFS 4.0 ويتميز أيضا بواجهة الهايبر أو اس الكاميرا الرئيسية للهاتف تأتي بدقة 64 ميجابيكسل وبالنسبة للبطارية هاتف بحجم 5000 ميلي أمبير مع سرعة شحن سبعة وستة نوات دون دعم الشحن اللاسلكي أيضا هاتف البوكو إكس ستة برو يدعم شهادة الاي بي 54 لمقاومة راذاذ الماء صراحة الهاتف يقدم وصفات عالية مقابل السعر سعره حوالي 300 دولار وآخر هاتف من هذه القائمة هاتف الردمي نو 13 نسخة الفور جي هاتف يتي بشاشة ممتازة في فتح السعرية تأتي من نوع أولود تدعم معدل تحديث عالي 120 هرتز بدقة الفول أش دي أيضا مدعوم بمعالج سندراجون 685 وذاكرة وصول عشواء الرام سعة 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت صراحة المعالج ليس الأفضل في هذه الفئة السعرية ويمكن أيضا على الأقل توسيع مساحة التخزين باستخدام بطاقة المايكرو اس دي يتميز الهاتف بكاميرا ثلاثية في الخلف الرئيسية بدقة 108 ميليكا بيكسل وبالنسبة للبرطارية فتأتي بحجم 5000 مليامبار تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات الجهاز حاصل على الشهة الاي بي 54 وسعر الهاتف حوالي 190 دولار وفي الآخير كانت هذه أفضل هواتف شاومي هذه السنة اخترت لكم الأفضل كي أسهل عليكم عملية الاختيار والشراء دمتم في رعاة الله وحفظه اشتركوا في القناة